اشتركوا في القناة في الافراح اوكي خلاص تعودنا في الافراح بتصير مصيبة في الايام العادية بتصير مصيبة بس حتى في العزة لا اكيد اكيد في العزة بيزبط المظبيط ولا كيف يا جورج لا اله الا الله ارحمني يا اخي ارحمني اهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية رجعت لكم بمراجعة الحلقة السابعة من مسلسل الى التنين او house of the dragon واللي للامانة يا جماعة حصلت فيها احداث جدا مهمة احداث من شأنها تغير ملامح القصة بشكل كامل او شبه كامل تحالفات تمت وتحالفات نقضت اطفال يتامى واب جديد اطفال ثانين برضو يتامى وصار عندهم ام جديدة تنين انسرق وعين انسرقت ويد جرحت وجث انحرقت تنبؤات تحققت واخرى انطرحت وبالرغم يا جماعة من زحمة الاحداث اللي حصلت الا انها حصلت في مكان واحد وزمان واحد ويا له من عزاء تعيس ويا له من عزاء يجيب ام الهم لك ان تتخيل ان الافراح في عالم جورج ار مارتن مرة تعيسة وتجيب التعاسة وتجيب الهم والاكتئاب فما بالك بعزاء تلفه التعاسة والحزن والهمسات الخبيثة يا ساتر يا العزاء ذا ايش العزاء ذا حلقة اليوم بعنوان دريفت مارك فتعالوا يا جماعة وخلونا نسالف عنها بس قبل ما نخش على الحلقة تركوا لي في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات على طريقكم علشان توصلكم فيديوهاتي اول باول والاهم من هذا كله لو اعجبكم الفيديو اضعطوا عزر اللايك لان اكثر شي ممكن تدعموا فيها القناة وتعالوا تابعنا لموقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف غير كذا ربطوا لي حزمتكم وهي بنا نحلق عاليا في سماء وسترس وهذا العزاء التعيس تبدأ الحلقة يا جماعة بمراسم عزاء ودفن الأميرة لنا أو على الأقل ما تبقى منها بعد ما حرقها فيغر في الحلقة الماضية ومثل ما عائلة التنين أسياد التنانين يحرقون جثث موتاهم بواسطة نار التنين أو لهب التنين فعائلة فاليريون وأسياد البحر برضو يدفنون موتاهم وين في عمق البحر وكل على هم وسره في البداية كان فيموند هو اللي يتكلم ويلقي خطاب ما قبل الدفن بس في خطابه هذاك تحس إنه جالس يخاطب كل شخص حوالينه إلا الأميرة لنا اللي هي ميتة الكلام موجه لها بس إنه مش موجه لها في الواقع جالس يقول الدم الحقيقي الدم النقي الدم القوي دمنا ما يضعف أبدا ويرمي نظرة على رينيرا شوية يزحلق له نظرة برضو على ديمون من بداية المراسم والعيون جالسة تتخاطب واضح يا جماعة إنه فضيحة رينيرا مو بس انتشرت في ويستروس وصلت كمان إلى إيسوس وصلت كمان إلى ما خلف الجدران الكل صار يعرف إنه عيال رينيرا عيال زينة ولا أدري صراحة إذا ضحكت ديمون كانت سخرية منه على الخطاب أو إنه جالس يضحك على الوضع الحرج اللي رينيرا حطت نفسه فيه وفي نفس الوقت يا جماعة وأثناء الخطاب شوفنا كمان إنه أوتو هايتاور صار إيش صار مساعدة الكنج مرة ثانية أو هاندوف دا كينج مرة ثانية أنا ما أدري كيف رجع ولا شلون رجع بس تمنيت أشوف حوار بين وبين في سيرس ولا وبسيط يعني كيف رجع إيش الإجراءة بس كده رجع هلا أوكي هذه واحدة من عيوب القفزات برضو يعني بس ستيل هل أمور طيبة عرفنا إنه إيش أوتو هايتاور رجع لمنصبه يختم خطابه فيمون بعبارة جدا جميلة من البحر جئنا وإلى البحر نعود تارة أخرى وينتهي هذا المشهد الجميل والتعيس بموسيقى جدا رائعة وسينماتوغرافي من أروع ما يكون للأمانة أهلس انت يا جماعة طول أم العزاء اللي يجيب الهم هذا وهي الطالع في رينيرا هي والبقر اللي معاها السير كريستر وكأنها تقول لها انت كيف انت كيف عايشة للحين بدون أي إحساس ولا ضمير ولا شرف ولا كرامة ولك أن عيالك عيال زينة ولك أنك عايشة كذبة كذبتيها منذ عشر سنوات لو كمان معايشة أبنائك معاكي هذه الكذبة كمية استقعاد بنظرات أليسنت لرينيرا يا ساتر اختتمت بطعنة في يد رينيرا في نهاية الحلقة أليسنت يا جماعة قلبها مليان البنت مرز علىنا يا لطيف ما حد يقدر لومها ما حد يقدر لومها أوكي وإن كان هذا التحول المرعب في شخصية أليسنت ما هو مرضي بالنسبة لها شايف نفسها جالسة تتوجه إلى الطريقة المنحدرة والغير أخلاقية البنت مش راضية إلا أن أبوها أوتوهاي تاور واللي شايف الصورة الكبيرة واللعبة الكبيرة كان جدا فخور في تحولها مر مبسوط أن الأميرة أليسنت المسكينة ضعيفة الله واتحولت لشخصية جدا قوية وحازمة ومستعدة للتمرد ومستعدة أنها تسوي أشياء كثيرة في حوار جدا مهم يا جماعة حصل بين أيمند وأيقون الأخوان وضح لنا الفرق ما بين هذول الأثنين وكيف أنه أيقون على قولتهم ثور الله في برسيه مهم ويشرب ويهيم في هذه الفسيحة على عكس أخوه أيمند اللي فقد عينه في حلقة اليوم أيمند يا جماعة كان يتفاخر بدم الترغيرين ويبدي استعداده لأداء واجبه بل إنه أثبت لنا شجاعة في ترويض التنين الكهل فيغار بكل شجاعة وبينما أيقون كان طايح على إثر الشرب والثمالة في أحد الأماكن أيقون كان يروض التنين الأضخم في جيله الحالي فيغار فرق واضح وشاسع بين الأخوين هذولي أيقون وأيمند فرق جدا كبير مثل فرق السماء عن الأرض ومثل ما قالت أخته في الحلقة الماضية إنه لازم يغلق واحدة من عيونه اليوم أيمند أحب أقول لكم إنه خسر واحدة من عيونه فعلا مش بس أغلقها علشان كذا في فقرة الحرق اللي تكلمت عنها في الفيديو الماضي قلت لكم إنها قاعدة تشوف المستقبل يا ساتر وهنا اليوم عرفنا وتأكدنا إنه الأميرة هيلينة تقدر تتنبأ وتشوف المستقبل فمن اليوم رايح جماعة ها فمن اليوم رايح أي كلام وأي طلاسم تقولها البنت هذه لا تتجاوزوها مرة جيبوا كده ملاحظة صغيرة اسمها طلاسم هيلينة كلام مدري وش فايدته تقوله هيلينة بس ممكن يتحقق في المستقبل بطريقة ما أي كلام تقوله البنت هذه غالبا هو قراءة للمستقبل زوبد لينور يا جماعة في حلقة اليوم يبدو إنه هو الأكثر تعاسى تقريبا من بين الحاضرين واضح إنه فقدانه لأخته لينا ماهو شي سهل أبدا بالنسبة له وتشيز طبيعي هي أخته الوحيدة فضلا إنه بدأ يحس على دمه في حياته اللي مليانة سباهلة لو قلت حياة وحواره مع رينيرا يا جماعة وضح لنا مدى استياءه من كل الفوضى اللي حصلت في حياته والأشياء اللي وصلته لهذا المكان التعيس سواء الأشياء اللي اختارها بنفسه أو الأشياء اللي ادعى إنها بسبب الآلهة وللأمانة يا جماعة أحب أقول لكم إن الكاتب ساقها علي ومشت علي مسألة موته زي اللوز وجلس كده مبلم إيش فيه في البداية توقعت إنه موت لينور حقيقة وإنه رينيرا لا والله خلاص أخربتها وطز فيك وطز في أبو اللي جابك لا ولكن اكتشفنا في النهاية إنه قرر يهرب ويترك كل شيء وراؤه ويروح يعيش حياته بعيدا عن كل القيود خطوة جريئة كبيرة جدا ولكنه هو يشوف إنه هذه الخطوة هي الأنسب له والأكثر ملاءمة لوضعه الملخضر أنا عندي صراحة مشكلة في حكاية إنه الجثة المزيفة ما تم حرقها بالكامل يعني أتوقع لو تم حرق الجثة المزيفة بالكامل لكان المشهد أفضل والمسرحية مشيت 100% المسرحية اللي حبكتها رينيرا وكان بطلها لينور وأخرجها ديمون كانت بتكون بشكل جدا مثالي وغير قابلة للكشف لو إنه تم حرق الجثة بالكامل ولا أدري هل عدم حرق الجثة بالكامل ممكن يسبب شيء في المستقبل ولا لا بس مثل ما قلت لكم أتمنيت إنه الجثة يتم حرقها بالكامل علشان نتأكد إنه ممكن ما بتصير حوسة في المستقبل والله أعلم أنا أكثر شخص كسر خاطري في هذا العزاء هو الأميرة رينس لسا المسكينة جالسة تبكي وتلملم جروح فقدانها البنتها لينا وفي نفس الوقت جات مسرحية موت لينور المزيفة وكملت الباقي أقسم بالله يا شكل أو هي تبكي عند الجثة المزيفة يا جماعة هيكسر الخاطر أنا بغيت أبكي معاها لا لا صراحة مسرحية محبوكة صح الينيرا وديمون اجتماع الاثنين ذولي بيسوي مشاكل كثيرة في المستقبل يا جماعة وهذه المسرحية بس بداية الظاهر بس بداية في حوار يا جماعة جدا جدا رهيب بين ديمون وفيسيرس كان يقول فيسيرس لديمون إنه بناتوا يشبهون أمهم بشكل مرة كبير والشبه هذا حاجة مريحة للقلب ومؤلمة له في نفس الوقت يقصد بكلامه إن زوجة الراحلة أم رينيرا تشبه رينيرا وإنه كل ما شاف رينيرا يفتكر زوجة الراحلة وهالشيخ اللي يحب رينيرا جدا ويذكره كمان بزوجة الراحلة المسكينة هو سلوان وعذاب في نفس الوقت كان فيسيرس الأمانة كلام جدا عميق وجميل ولكنه موجه لمين؟ موجه للشخص الغلط ديمون اللي وضح لنا بشكل جدا صريح لرينيرا إنه ما كان يحب زوجته لينا ولكنه كان سعيد معها بشكل كافي وفي نفس الحوار شوفنا مدى استياء ديمون من فيسيرس وأعتقد إن استياء ديمون ازداد أكثر لما شاف إنه أوتوها يتورجع لمنصبه وإنه كل خططه القديمة خلاص صارت فيش ما أدري إذا هذا الشي صح ولا غلط بس أتوقع إنه ديمون كان يعتقد إنه في فرصة له إنه يرجع ويكون هو الهاند أوف دا كينغ بس تفاجأ إيش إنه فيسيرس برضو ما زال غير مؤمن فيه بعد كل هذه السنوات الطويلة اللي مر ومثل ما العشر سنوات الماضية جمعها غيرت ديمون وحولته إلى شخص مختلف تماما اهتمامه صار أقل في السلطة ويبحث عن الجلوس ومطالعة الكتب والتاريخ إلا إنه أحداث اليوم وعودة أوتوهاي تور للسلطة أشعلت نار العودة في داخله الآدم يتحس راجع للملعب بكل طاقة الحين وزواجه من رينيرا رح يفتح أبواب كثيرة ويغلق أبواب كثيرة برضو أنا قلت لكم من الحلقة الأولى يا جماعة الاثنين هذولي بينهم شيء رينيرا وديمون هذولي تصرفاتهم مع بعض وحركاتهم مع بعض ما هي طبيعية وأثبتت لنا باقي الحلقات إنه فعلا رينيرا وديمون يحبوا بعض وأكدت على كلامنا وكل تحرياتنا إنهم فعلا يحبوا بعض بزواجهم اليوم بالرغم من كل شيء تزوج هذولي الاثنين الآن يا جماعة صار عندنا جبهتين واضحة وصريحة ديمون وبناتو رينيرا وأبنائها وراح تدعمهم بشكل كامل وبلا شك عائلة اللورد كورليس الجبهة الثانية عندنا مين؟ أوتوهايتاور وأليسنتو أبنائها ولا إيمال أعرج لاريس والتنين فيغر برضو اللي انسحب من صف عائلة ديمون وانضم إلى عائلة أليسنت واللي كان بالمناسبة خبر جدا جميل لأوتوهايتاور وصف أوتوهايتاور انضمام التنين فيغر إلى صفهم بأنه انتصار ومقايضة جدا جدا رابحة مقابل فقدان أيقون لعينه أو أيمند عفوا لعينه هذولي جبهتين تكونت وتأسست ملامحها قدامنا وصارت أوضح من نار على العلم والملك فيسيريس وين؟ الملك فيسيريس في النص يلطم يلطم مسكين ضعيف والله أشأ آه يا عيال مسكين والله مسكين والله فيسيريس مسكين الآدمي هذا طول ما هو حي ما رح يرتاح ما رح يرتاح اللذما موت موت يا فيسيريس موت والله يخليك موت ورتاح موت وريحني معاك أنا والله ينكسر خاطري عليك في حوار برضو جدا مهم يا جماعة بين رينيس وزوجها اللورد كورليس وضح لنا جزء من تطلعات هذولي الاثنين لينيس كانت تقول فيما معناه أنه أبناء رينيرا ما هم من دمنا وإنما هم أبناء زنا وأنه مفروض ما نتحالف معاهم وندعمهم من هذا الكلام فيما معناه يعني وأنه مفروض بناتنا أو بنات بنتهم لينا هم من اللي يرثون المناصب العليا في الدريفت مار ولكن لورد كورليس قفل الموضوع بعبارة جدا جدا رهيبة أوكي هو أثبت لنا أنه برضو ضد استلام المرأة لأي مناصب كبيرة بس برضو ورانا أنه ما عنده مشكلة في التفاصيل الغير مثبتة عيال رينيرا عيال حرام ولا عيال حلال التاريخ ما راح يتذكر الدماء التاريخ راح يتذكر الأسماء كلام جوته كلام يا كورليس عيال رينيرا تحوم حولهم الشكوك والظلام في كل مكان ولكنهم في نفس الوقت وفي الشكل المعلن عيال رينيرا وعيال ابني لينور فما راح أتخلى عن عيال ابني وإن كانوا فعلا ما هم عيال ابني أنا ما أدري صراحة أدعم لورد كورليس ولا أسحب عليه في كلامه بس حبيت حكاية أنه حاطة العائلة نصب عيني بغض النظر عن كلام الناس إيش يقولوا الناس طز مدام ما في شي يثبت بحريقة المضارب اللي صارت بين عيال رينيرا وبنات ديمون ضد أيقون كانت مرة رهيبة قولوا عني اللي تقولوا بس أقسم بالله الفايت مرة رهيبة أوكي هم أطفال وصغار بس أنا مبسط في الفايت هذاك على أقل عرفنا من الفايت هذا أن عيال رينيرا عندهم شجاعة وقوة أبوهم قادحين يضاربوا ما عندهم مشكلة وبنات ديمون كمان عندهم جرء أو تكاتف يشرح الصدر وفي نفس الوقت وفي الفايت هذا حق الأطفال برضو عرفنا قد إيش أيمند هذا داهية ومين خاف منه الولد قادح ومجنون وإذا كبر أتوقع بيكون داهية ومصيبة على عكس أخوها السبك أيقون أيقون هذا أنا مادري شو وضعه ليش سموه أيقون أصلا؟ عار عليك هذا الاسم يا ولد مادري بيكبر ويصير أفضل ولا بيظل من جرف الدحديرة مشهد ترويض التنين فيغار بواسطة أيمند كان مشهد جدا 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 جميلة جماعة من لحظات الخوف اللي سكنت قلب أيمند وإلى لحظة الانتصار والتحليق بفيغار في السماء عاليا لحظة انتصار لأيغون كانت جدا جدا رهيبة الحلقة الماضية جايبين لي خنزير وحطين عليها جنحات تقطقون عليها أحب أقول لكم في علاقة ذي أنا أخذت فيغار أكبر وأقدح وأطنخت النين خشم كمان يلا قروني شطارتكم المشهد اللي انطعنت فيه رينيرا أو انجرحت عفوا والفوضى اللي حصلت قبله كان مشهد صراحة يحبس الأنفاس إيش اللي بيصير؟ يا ساتر الله يستر إيش البقع اللي بتحصل في أي لحظة ذي؟ أوكي على الأقل الحين عرفنا أن الناس مستعدة تتجاهل الشيء طالما إنه غير مثبت كل اللي كانوا موجودين يا جماعة عارفين أنه أبناء رينيرا هم أبناء زينة ولكن هل في شيء يثبت؟ هنا الكلام هل في شيء يؤكد هذه المعلومة؟ هنا الكلام هل في شيء يقدر يثبت أنه فرس في سيريس عاشرة خيل غير الخيل الأسود؟ هنا الكلام بالما أنه ما في شيء يثبت هذه المعلومة راح تظل إشاعة وإن انتشرت إلى أعالي ومشارق ومغارب الأرض وهذا بحد ذاته يا جماعة هو انتصار لرينيرا والطز في أمك يا ألسنت أنت والبقرة اللي معاك يا كريستن أنت شايفيني قاعدشتم في كريستن كثير صاح في الفيديو كرهته يا جماعة والله كرهته الآدمي هذا فقد احترامي تماما بكاية وحقودي حقودي 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 اللعنة على شر رفضته رينيرا خلاص مشخصا مشخصا من 10 سنوات يقدر تؤدي واجبك بشرف وتنطم سيب أم الفز لك أنا والله ما نفاهم وش قصة أم رقصة التنانين هذه للحين أسمع الناس في تويتر وفي اليوتيوب الرقصة اقتربت الرقصة اقتربت إيش سأل فتم الرقصة يا عيال التنانين تتجمع في السماء وحيقعد يرقصوا ليه واضح أني كنت أتجنب الحرق وأي معلومات من الرواية قدر الإمكان بس خلاص الحين صرت فاهم وش يعني رقصة حاسب يا الله نعمل كيل أقولي وش رقصة والله حسيتني سبك يوم فهمتش يعني رقصة ويبدو إن المعركة الكبيرة يا جماعة ما بين التنانين والعائلات المرتبطة بهم اقتربت وخلونا يا جماعة ما ننسى كلام الملك جيهيريس في الحلقة الأولى فكرين وش كان يقول الراوي ولا أذكركم كان يقول إنه إذا في شي رح يسقط عائلة التنين وإرث التنين وعرش التنين ما رح يكون شخص من بر العائلة رح يكون التنانين نفسهم هم اللي رح يسقطوا أنفسهم بأنفسهم أفيا الحبكة أفيا القصة أبوك يا جورج أر أر مارتن يا ساتر والعالم الكبير والمرعب هذا اللي قاعد يسووه لنا الحلقات في تصاعد والأحداث في اشتعال ما عد بقي شي يا جماعة على نهاية الموسم الأول 8-9-10-3 حلقات هم 10 حلقات يبع 10 حلقات ما هي 11 صح 10 حلقات خلونا نبطل تحريات يا جماعة ونكتفي بالمشاهدة والاسترخاء والاستمتاع بهذه التحفة الرهيبة قدر الإمكان إلى هنا يا جماعة نكن وصلنا لهاية الفيديو يعطيكم العافية على المشاهدة اشتركوا في القناة لو كنتم مشتركين وضغطوا عزر اللايك لو أعجبكم الفيديو وتعالوا تابعوني المواقع التواصل الاجتماعي والتويتش والديسكورد كلها موجودة في صندوق الوصف كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة